تعالى بنا يا دكتور ونروح بقى الجرح التجميل وخصوصا اذا كان الزوج هو اللي ايه اه انا وظيفتنا برضو نقل معلومات براحتك دكتور يعني انا مسعايز المكالمة تأثر على كلها لا 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 بالعكس ده هو ده صح يعني انا بأكد الفكرة انه لو انا جيت قلت بقى هذا حلال يبقى انا عملت نفسي فقيه وبقول هذا حلال وهذا حرام بقى انا عملت نفسي فقيه وبقول هذا حرام الحقيقة الموضوع ده قتل بحسا منذ اكثر من اربعين سنة قتل بحسا اما ليه وحضرت مؤتمرات اي ام لا مش بالبكلم الفقه المعاصر من اربعين سنة اي وحضرت مؤتمرات عدة وشفت الابحاث للفقهاء المعاصرين اللي بعضهم مات وليسة بعضهم على قيد الحياة في كبار سنة وبعضهم لا يزال على قيد الحياة حتى الان ولوهم ابحاث فقهية فانا بجمع كل المعلومات دي ده وظفتي بجمع كل الفقه ده وروح انقله للجمهور عارف لقيت فيه كم اتجاه ترى اتجاهات اتجاه بيقول حرام بقفل ولا امر انهم فلا يغينوا خلق الله ده انزاي انسان يأتي بجوار خلقة ربنا ويغيرها ممنوع افعل الملف اتجاه تاني معاكس قال حلال مطلق ليه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ليه الانسان ما يبحث عن احسن قوام له واحسن شكل له خلق فسوى ليه الانسان ما يرعاش تسوية خلقة الله شأنه شأنه شائر خلق الله عشان ما يبقاش محبوس في دم نفسه وقال ان الشيطان لما قال ولا امر انا فلا يغينوا خلق الله يعني تشويه الصورة بدل ما يخلي العين هنا يخلي العين في الظهر مثلا بدل ما يخلي الودن هنا يخلي الودن في مكان تاني لكن هو بيرجع الامر الى مقياسه الطبيعي الانساني خاصة كمان وانساني انا بيقول تداو عباد الله فما شاء الله من دين لا ولا خدواه ما هو الوعي قال كده يا دكتور بقى لو كان بقصد التداوي يعني مثلا عندي حاجة محتاجة قال رأي التالت بقى رأي التالت قال ايه قال وسط هنا قال ما هقول حلال قوي ولا هقول حرام مطلق ولكن هقول بضوابط ايه الضوابط ان يكون انت محتاجها انك تكون حاسس بمرض نفسي عندك احساس كده واحدة حاسة مثلا نفسها ان انفها طويل وكلما تشوف او معوج او كده او وضعها في المرآة تبقى زعلانة بتموت في داخلها اه انت بقى ممكن تقول ايه لا لا يا ستة ده انفك كويس عادي طب بس هي شايفة ايه العبرة برؤيتها ولا بردك انت لا تخلى بقى لا ناخد برؤية واحد تالت الزوج لا اسف وده سؤالها الزوج مش هينفعها لا لا اسف اه انا بتكلم على رؤيتها هي مع نفسها اه هو لما هي بتسمع من الزوج انتقاد وبتسمع من غير الزوج انتقاد لكن في الاخر قرار قرارة هي افرض هي قوية الشخصية وقالت انا كده كويسة اذا كان مصرحة مع نفسي اه مصرحة مع نفسي انا شايفة ده شيء طبيعي جدا يعني انا اذكر مرة اه رفاق الحرير يا علي احمد الله كان في التليفزيون وكان فيه سؤال مباشر كده بيقولوله حاجبك كبير اوي انت ما فيش وانت غني ما شاء الله يعني في امكانك تعمل جراحة تجميل او حتى حاجة تهزبه اعا فقال ايه انا متصالح مع نفسي انا انا عجبني كده انا عجبني كده اعا فاذا القرارة قرارة مين قرارة الشخصية قرارة الشخصية كما هو الحال هو بيسمع عن كل النقل في الاخر قرارة الشخصية خلينا ساعة بالسؤال شوية يعني مش على حضرك طبعا يعني علينا احنا لو الزوج قال لها كل شوية يعد طبعا يتفرج على التليفزيون ويشوف بقى المغنيات ويشوف 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 طبعا مخوط الراجل بقى من كتري اللي بيشوفه فهي حاسة برضو حتى لو ما صرح لهاش بده ان هو راجل عينيه رايحة في حتة يعني راجل متاخد فهي عايزة تسيطر على راجل طيب لأ انا افترض هو بقى كمان قال لها لأ انا عايزة شوفك زي فلانة او عايزة تعمل العمليات انا العواج مساعدة في الاخر قرار قرارها برضو انت شوف مقابلة تليف والدور عشان تخلي فيه تأثير على القرار القرار قرار لانسان وكل انسان قزمناه طائره في عنقه اللي وثق من نفسه وثق من نفسه واللي بدأ يشك ويحس بانه ضعيف لا انا مش عايزة تبقى ضعيف طالما في امكانك انك تجري عملية وترجع ثقتك في نفسك انا محتاج حتى لو كنت مش محتاج لها تنطين يا سيد الفضل بتاعت اراء تمامي فان شوف بقى ما تضهاش عرفت بقى قيمة الدكتور أستاذ وليد رأي قفلها لك خلاص اذا كنت شايف المقتنع بهذا الرأي اقفل وما فيش داعي الجدل بس يتسيب غيرك ياخد برأي تاني رأي فتحها لك وقالك ان سيد النبي نصح في حديث رواقب ابو داود وبعض اصحاب السنن في انفة جلدة عرفاجة قطعت في يوم كلاب الجلدة اللي هي شحمة الانف فوضعت فيها انف من ورق اللي هو الفضة فانتن علي فسيد النبي نصحه انه يجعله انف من ذهب فقاله كون سيد النبي يوافق على عضو صناعي معناه انه ممكن يبقى فيه تجميل خاصة كمان ان عين قطاتة حدقت او وقعت في غزوة بدر او غزوة احد على اختلاف الروايات فوضعها في راحته وزهب لسيد النبي فوضعها في مكانها فاصبحت احسن من الاولى فقاله دا كمان دليل على مشروعية ذلك ثم اسمع كمان حديث رواه الترمزي عن بريدة ان سيدنا ابن دمرة بيقول ان له جدة كانت حضرة القبلتين وكان لها صديقة صلت مع سيدنا نصولها القبلتين فالنبي راح يزورها النبي راح يزور واحدة ستة كانت من حضرة القبلتين يعني صلت تجاه المقدس ثم لما تم تحويل القبلة الى بيت الاحرام تواجهت الى بيت الاحرام اذا مسلمة قديمة فلما راح زرها لقى ديها مش مختضبة ديها مش متحنية ديها ايه مش مخضبة قبل مش متحنية مش متحنية فقال لها تتركوا احدى كنا الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل ياه اختض بي اختض بي فيقول فما تركت الخضاب قط فما تركت الخضاب قط وهي كانت ابنة ثمانين سنة الله شفت بقى السعة الجميلة في دينا وبس محتاجين حد يعلمنا كلا يا أستاذ وليد خد الامور ببساطة والراجل عنده سعة وبيعرض لك كل حاجة انت حرك خد اللي تاخد ومتاخدش لمتاخدوش ما احترام